حبيبي التور في في اكتر من شخص انت على خلاف معهم على امور تافها على امور سخيفة جدا هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امرأة هوائية او نارية هاي الامرأة ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خليل نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع رح تخف سلطتها او رح تنتهي او رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك يعني برج التور قصدي يعني اذا خربطت في احيانا بالابراج يعني اقرأوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون قصدي لانه 12 برج فيعني بس هل واحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين انا هون ناوية على التور فكل برج يعني بنازله لحاله وبكون ناوية عليه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين برج والتاني بيكون بسبب تركيزي بالورق بسبب تركيزي مش بس بالورق في ابراج في طاقات في ارقام في يعني في كتير شغلات يعني ممكن انه تلفت نظر الواحد او يكون عم بيفكر فيها طول الوقت لذلك بيخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا للتور اكيد هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس خلينا نقول هي رح تاخد جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص شوي عنيد شوي ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق فيه لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن بيين عندي هذا الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص تحت تأثير ممكن يكون طاقات سلبية من طرف تالت او اطراف اخرى عم تدخل في الموضوع شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر مبين فيه بعقلك الباطن امور اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف التاني اه ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه اه اه اطرافين انتو اخطأتو في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اه اوكي حبه اعمل لي اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية اذا تعلقت بالشخص زيادة يعني لازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديها في يعني برج التور من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة شهر تارت شهر كنت في تعلق شديد في هذا الموضوع وبتحاول انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة ولكن غريبين انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب انت غريب وعلاقتكم غريبة علاقتكم مش مأسسة على اساسات صح فيه امور كتير غامضة فيه امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول عم بشوف فيه الاخبطات عم بتسير كتير بسبب امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش اوريدي بلش اوريدي يعني فيه موضوع عمل جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي نبين عندي انه اوريدي صارت يعني صار فيه فرصة عمل جديدة او نوع جديد من العمل برج التور صح روتيني ولكن همه همه خلينا نقول الاول اللي هو العمل والمال والكذا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن كتير وسعيد جدا من الناحية العملية عم بتحقق كتير اهداف اه ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في المسار الصحيح شايفتك اه قبل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار اه بانك تختار شغلة وتترك شغلة تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تقرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضو القديم عم براقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش بانه يصلح الامور وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض الطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس مش صح او مش مش متفقين على واحد اتنين تلات لأ تركينها للوقت لذلك اي اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكرة طلاق عند برج التور في فكرة انفصال او في فكرة زواج ارتباط من شخص ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار تبعد عن القرارات المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او الممارسات اليومية القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه فيه للناس المتبعدين رجوع ولكن بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق لأ نأجل ممكن بعد هيك شايفيتك حبيبي برج التور من بعد صدر من الاصدقاء من بعد خضلان من واحد من الاصدقاء او اكتر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحت فانا شايفه قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك اكتر عم بشوف ممكن احتمال انه يكون في حمل مش لنساء برج التور لنساء رجال برج التور اكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج التور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك يا انت يا حدا قريب منك طالع من عملية يمكن او وجع بالظهر باللي يمكن بالاقدام او بالظهر اكتر اه ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيصير فيه استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج التور رافضين الهم فترة او ما بيعطوا ابدا مجال للجنس الاخر انه يدخلوا فيه اه علاقة ولكن انا نشايفه بنهاية اه شخص اه خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن اه مثل زواج تقليدي اه رجل رح يتقدم لبنات برج التور ما ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب اه الشباب ممكن يتقدموا لابنت اه الشاب برج التور ممكن يتقدم لابنت اه العازب اللي ما عنده علاقات اه او انه حدا منفصل عنه اه اعزب تماما او مطلق او ارمال يعني هدول التلات يعتبروا عزاب فممكن ان يكون فيه فكرة اه زواج ولكن بدون علاقة يعني ما في علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن انا تكون اه بهذا الشهر اه هاي الفرصة خلينا نشوف اه اللي عم بفكروا بي وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش اه مش منتبه انت يا برج التور فيه شخص من برج مائي اظن او هوائي اه هذا الشخص عم براقبك اه من بعيد هذا الشخص اه معجب وعم بيدرس اه الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة للي عندهم اه شريك واضح او ضامرين على اه الشريك الان عنده مشاكل كتير عنده اه استدام في العمل عنده مشكلة اه بالعمل ممكن اه عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه اه عم يعمل استشفاء عم بتكون روحانياته احسن عم بتواصل معك روحانيا حتى لو كان اه بعيد عنك اه عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف دي شكل عام الا 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 الاوراكلز ازا برج التور هل في تحذير اه عم بيحذر اكتر اشي مش اه كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة او انتحانات اه الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم انه الحظ مش معاهم كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك انت وجهدك انت ويمكن اقل شوي يعني حاول على قد ما تقدر انه اه تركز في الموضوع لانه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك هذا التحذير اذا اه اجا مش لكل برج التور لللي عم يدرسو. اه اه بيشبه شوي وضعه او بيشبه حياته واما ننسى انه الانسان يعني من فصيلة من اي فصيلة كلهاتنا بنعرف. بيقولك انه التجارب اللي انت بريزنت لي هلأ اه عم بتخوضها. التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الان هي بتخدم اه موضوعك او هدفك اه اه او يعني الامور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الاشهر هاي الفترة. اه عم بتكون بتصب بمصلحتك متل ما انا قلت لك بالشهر الماضي وانت اه فقط استقبلها بصدر رحب. وما تتوتر كتير لانه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي انه فيه اه مفاجآت او تغييرات اه من حوله. فلأ عم بيطمك الورق وبيقولك انه يعني شفت القفعة كيف عم بتكون اه بتلفلف حوالين اه الشغلات وكذا بيقولك انت تكون فلكسبل متل هيك. يعني اه اخلق من من العثرة اخلق من العثرة شيء اه مفيد اليك. خلي الامور تنعكس لآآ لصالحك. احيانا بنكون بظروف كتير سلبية. اه ولكن بحركة الصغيرة الزكية بشوي اه نحرك مخنا شوي اه بتنقلب كل الامور لصالحنا احنا. اه بيقولك روح لروحك الحقيقية. رح تطلع من الظلام. انت في ظلام او في اه ظلمة من من حولك. عم بتحس بالتخبط. قلنا بعدم الامان كنت عم بتحس. اه بيقولك السعادة او النورانية او النور اه من داخلك. فانت ارجع اه لنفسك اه الضوء او الانارة او يعني هذا الموضوع بيكون داخلك. انت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل. هون بحكي لنا لبرج التور انه بيكفي اه تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة انك انت كبير بالسن او اه اتفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة اكبر من عمره. فهون عم بيقولك عيش حياتك عيش سنك انت اه مات اه مات اه تنكد على حالك اه بسبب اه امور انا ما بقول انه برج التور بنق يعني نكد او كزا لا. بس هو شوي بيكبر الامور هاي الفترة اه عم بيضخم الامور فبيقولك لا يعني عيش حياتك عيش سنك.